بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في حسن الأحوال بإذن الله في هذا الفيديو تم الإعلان عن نتائج الانتقاء الخاصة بالمدارس العلية الأساتي دالينيس مدارس العلية للتربية والتكوين أسيف كلية علوم التربية وأسيف بالمحمدية الآن باش تعرفوا نتائج دي الانتقاء تقوموا بالولوج إلى cursus.gov.ma هناك إعلان افي او كونديدا على بنسبة لها الإعلان سبق لي درت عليه فيديو يمكن لكم ترجعوا له لقناة فريدة شانيل بالنسبة للإعلان عن نتائج الانتقاء بالنسبة للتعليم البتدائي والتعليم البتدائي دي الأمازي غير تكون اليوم 12 تنبير 2022 وبالنسبة للتعليم الثانوي غير تكون 15 تنبير 2022 على الغاطق موبيل والوج إلى حسابكم الخاص باستعمال كونكسيون ستوجدوا بالنسبة اللي سيكون قبلهم ستوجدوا هذا الميساج لقد تم اختيارك الاجتياس في المركز دي الاختبار المذكور في استدعائك الذي يمكنك تنزيله طبعه بالنقر على الزر تنزيل دعوة إلى المباراة ستنقر على هذا البطن تنزيل دعوة إلى المباراة على تسقموا باستخراج استدعاء ستكون على هذا الشكل كونكور كوماند أكسي على فليار دوليسانس دي ديكاسيون سبيسياليتي انسي نمون بخيمير بنسبة للسنة الجامعية 2022-2023 على كينا كونكوكاسيون على تخونتين أغال استدعاء لجهاز الاختبار الشفاوي ما بين 15 و 16 و 17 وتنبير 2022 هناك أعداد مهمة من أجل معطيهات أكثر يمكنكم العوالو جيمة البوابة ديال المؤسسة التي ست combinedها بنسبة Late Australian الفتاة سيفر المقار표 رائز ب بعض التحصام سيفر Gallだ سيفر المقار표 ستوجد معلومات أكثر على التوقيت الآن يعني الجوار أكزاق على التوقيت والتوقيت بالنسبة للقوانسين يجب أن تشعر الهدف 30 مينوطة قبل الآن بلنسبة المتلاشة يجب أن يحضر المركز للاختبار الشفاوي مع 7 ونص يعني قبل ساعة ونص من الإعلان على الاختبار الشفاوي في مركز ديال الاختبار خصم يأخذوا معاهم هذه الاختبار التي قموا باستخارجها الكارت ناشيونال دي دانتيتي أو الباسبور بالنسبة للنقطة ديال الهدف 30 تتمثل 40% من المعدل العام ديال القبول الأكسي الهدف 30 بالنسبة للولوج إلى مركز الاختبار يكون فردي إنه كنسيح كولي كنددا وخاص فقط بي المتلاشيحين أي ماتريل فرمون بابيه إنفرماتيك أو إلكترونيك جيسام الهاتف كالكيلاد خيس هدو كلهم ممنوعين ستركتما انتردين الوصول لديهم الوصول لديهم يجب أن يكون لديهم ستركتما انتردين في المتلاشيحة السميس السنو الورقة ديال حضور والرزلطات سيكون آفشي لجودي 22 سبتمبر 2022 بالنسبة للإعلان عن النتائج غايكون 22 شو تنبير 2022 على البلايتفورم كيرسي سي بوان جو بوان ايما وأيضا غايكون على البوابة ديال المؤسسة اللي غات تقبلوا فيها هذا كل شيء بالنسبة لها الفيديو كنتمنى التوفيق للجميع وتنساوش إذا أعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو لأنه بيدعمكم نستمر اشترك في القناة إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة وتفعيل الجرس ليس لكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته